صاحب للنوم أعرف الحريقي والحوط يدور المحارش عشان يفوق بنقل سيئة أقوله بنقل شيء خراسة هذا كبيرة وشغلت الرجال أجل له راسي أنا كات بنعيد السؤال ابو حيان عشان الدباب الله يخرب بيته حتى في النوم طاش قلب الموازين كات تفاتحي الشباك ثلاث ثلاث واق بصلاكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاستيقاع الذي يطلع عليكم عبر منصة الرياض اليوم إحدى أنتاجات مؤسسة اليمامة الصحفية ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الفنان السعودي الجميل أحد الحيان حياكم الله أبو حيان شرفتنا ونورتنا الله أحمدكم وأنا سعيد جدا طبعا أو شيء قدم تحيتي المشاهدين وكافة الموجودين هنا وقدمت تحيتي لجريدة الرياضة لليمامة لأنها هي أول من كتب عني في بداياتي أول من شهرت أول جريدة اهتمت شخصية فهد الحيان في أول انطلاقات أيام مرحوم تركي ستيري رحمة الله عليه فأنا أقدم لكم وانا سعيد يعني حتى ما تردد أن يكون موجود ما أكون إحنا أسعد أكيد وهذا الوفاء غير مستغرب عليك يا فحيان يعني زي ما قلون أنت لازلت تحفظ الود والوفاء إلى جريدة الرياض ومؤسسة اليمامة الصحفية ما في شك ما في شك كتبت عني مقال وكان في ترشيع في جريدة الرياض فترة لفترات وحطوني أفضل ممثل وكان معي عبد الله وناصر وكبار من النجوم اللي كانوا موجودين بالساحة الحمد لله وبحيان خلني أدخل معاك في حلقتنا وشيارب أن نحن نكون خفاف على قلبك الجميل وإن شاء الله تكون حلقتنا خفيفة ولطيفة إن شاء الله أنت دائما لطيفة الله يسعدك وبحيان الفترة الماضية والسنوات الماضية أنت مبتعد عن الأعمال صحيح مختفي تماما أشوفك تطن في اللقاءات يعني بين الحين والآخر ودائما يعني تقول أن أنت إن شاء الله الرجعة قريبة رجعة قريبة لكن ما نشوفك أنا أنا بعد من نوفينا اللي على القناة السعودية بعد ما زعلت ورجعت عن طريق الوزير الخضير وقتها وأن طريق معالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون مثلما عن الزاعة حياتي له وسونا بعدها مسلسل مننا وفينا حاولت أكتب كان في لخبطة طبعا جاء رئيس آخر للحيئة الإذاعة كان يبغى حقين السوشال ميديا ويبغى يقلب الدنيا ويبغى غير العالم ويبغى يشيل المثلين ويجيب حقين السوشال ميديا ما احترام الحقين السوشال ميديا في منهم ممثلين مبدعين في ناس منهم ناجحين نجحوا في التبثيل لكن في ناس منهم ما لهم علاقة بالتبثيل فكان يبغى يقلب الطاولة كاملة وكل ما نقدم نص كانت اللجنة مكونة عن شباب توجههم كله على السوشال ميديا يبغى الحقين السوشال ميديا ما يبغى ممثل يقدمهم العمل بينما القنوات الأساسية البقية لا تعتمد على اسم النجم وخاصة هنا في الخليج نعتمد على مثلا أيام عبد سينة عبدالله عبدالله الصدعان ناس القصبي النجوم يعتبدون على سامين مثلين حتى برضو النجوم هذي منهم من ظلم فصاروا يهتمون بالسوشال ميديا يبغى يشيل العالم كلهم القدامة ويدخل جيل جديد فكنا نقدم عمال وكان لا يجينا عليها رد لين تكلمت في التواصل الاجتماعي أخي؟ أعطونا رد ما يصير نقدم عمل ما يجينا عليها رد هل هو مرفوض كذا؟ لا هم نشوفون بس الاسم نجي نلقاهم حاطين مجموعة من الشباب الجديد المشكلة مرت سنة ولا في ذلك الإنجاز مرة ثانية سنة ثانية ولا ذلك الإنجاز اليوم أنت تشوف الوضع بنفس الحال لا زال في اهتمام في مشاهير التواصل الاجتماعي أكثر من الفنانين والإعلاميين اللي هم أصحاب المكان مفترض؟ إلى الآن تقريبا مو كل القنوات MBC لا تعتمد على ذلك القنوات الأخرى لا تعتمد على ذلك أعتقد السعودية استدرقت ذلك غيرت نهجها السنة اللي راحت غيرت الخطة حقتها كليا لكن تشارك اليوم في وضع حيئة الإداء والتلفزيون؟ أنا ما سمعت أنهم غيروا اللجنة وجابوا لجنة جديدة لأن كل ما لهم يعني كل سنة ما في شي جديد يعني ما تحس أنه سحب الأضواء التلفزيون السعودي كان له صولة وجولة أيام ما كان في طاش في نجوم كان يقدم وكان متابع وكان من يأخذ المراكز الأولى في هذا المجال بعدين موسيكا رئيس باودي أتكلم عن الأسامي هو اللي لخبط الحسابات كلها ومشها أنا إن شاء الله الموجدين هنا تقصد أستاذ داود الشريعي أنا ما أقصد أحد لا 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 لخبط الحسابات شوي أنا ما أتكلم عن لا داود ولا أنا أحد أنا أتكلم عن أنه ناس تبي خلقتني أشرك خلقتني أشرك تبي تغير مفهوم الدراما تستثني المثلين وتجيب حقين السوشيال ميديا لكن ها هذا اللي حاصل بعدين دخلت أنا في محاية الترفيه قضي بلا تحية عالي استشارة تركي على الشيخ سويت معهم الحصن أخذ برنامج في الشر الأوسط بدينة كاملة بمنية في الجدية حي كامل عشان ننتقل للعبة اللعبة أخذ فعام الفين وثلين وثلين وعشرين كان الجزء الثاني عام الفين وثلين وواحد وعشرين كان الجزء الأول وبعدين سويت برامج سويت اللقاءات وعدة أمور وقلوات على البرنامج اسمه الواقع بزميل وبحيان بمعنى فالسبب كان هم هو دخول حقين السوشيال ميديا في اللعبة والشباب اللي جابوهم في اللجنة الشباب يكون شيء مختلف وللأسف اللي ينظرون إنما هذي إحنا يا العرب وخاصة إحنا إذا ما وقفنا مع بعض إحنا يا الخليجيين مع احترام باقي الدول العربية يعني مصر يسوي العمل ينباع في كل مكان ينباع في تونس ينباع في الجزائر ينباع في المغرب ينباع في العراق ينباع في الأردن إحنا من يشتري أعمالنا يا الكويت يا الإمارات يا عمان إذا الله ألهمها يا البحري ما عندك اللي يفهم لهجتك هذي لي بس والعراق شوي والعراق ماديا ما عاد لها صولات الجولات طيب أبو حيان بما أني تترقت معك إلى جانب السوشال ميديا ومنصات تواصل الاجتماعي أنا حسب ما أعرف أن عندك واحدة من بناتك هي أكتف رغد طبعا أنت عندك رغد وشهد رغد في القانون في القانون وحامية وشاهد في الأمن السبرالي بحيان في المتوسط الله يحفظهم لك يا رب اليوم تواجد رغد على منصات تواصل الاجتماعي أنت وش رأيك فيه هي هي كل شيء أنا سوي هي توثقه يعني شهرتها بلبوها قاعد تستغلك يعني تستغل بس هذا اللعبة كلها فهي توثق كل شيء أنا سويه وتنزله فطلعني وأنا مدري ومقاطع وأنا سولف وأنا مدري وشغلات وأنا أتفرج على مبارا ولا أتفرج على برنامج ولا أتفرج ولا قاعد في مطعام أسولف معهم وأذا صوروا هي من تحت من بعيد لبعيد ما أدري وتمنتجها وتنزلها فانشهرت على قولهم من تحت الغطاء حقبوها لكن أكثر من كذا ما فيه وانتحاب طبعاً تواجدها على التواصل الشتماع ما عنك أشكال فيه أي أدع بس مقاطعي أنا ما فيه مشكلة وبحيان خلنا ندخل في الجانب الفني أنت بداياتك كانت بين 1992 أتوقع بين 1994 ما أدري يا ابن أحلى مع جمعية الثقافة مضت سنوات كثيرة بس بعلك الشباب هذا نحن نتفق عليك أنا بديت في المدرسة توسط الملك فيصل كنت أمثل في المسرح لدرجة أنه كانوا أهل المدرسة كلهم يحضرون كان فيه تعرف كان فيه ناس عراب جاء وكذا ما يحبون شيء اسمه مسرح رحون ينفردون لا صار يجون المسرح لما مسكت المسرح كنت أألف وأكتب وأخرج وصلح وزين كل شيء فكنت محبوب المدرسين محبوب الطلاب يعني حتى الناس اللي ما كانوا يعجبهم شيء صاروا يحضرون مدرسين اللي ما كانوا يحضرون مثلا بعضهم صاروا يحضرون يعني لدرجة أني كنت أخذ الدرجات الأولى بالنشاط كتدخل على المدرس أقول له أبغط طالب فلاني قلت فضل بس سوي شيء زيتك كنت محبوب عند الجميع من وقتها وفي المدرسة كان كنت نجم المدرسة الأولى بعدين رحت للصيفيات المراكز الصيفية وبرضو مثلت فيها مسرح بعدين انتقلت إلى جميع التقافي الفنون واختبروني أربع لجان منهم سماع العاني وبعدها نجحت من أربعين واحد خط الثاني وبعدين سويت مصرحية سكة سفر وكملت المسيرات في مزافرة السورية وصورت لأنها دوني طاش وهي شهرتي بعدها أنا اللي أسألك عنها في هذا الجانب وبوحيان أنت بتديتي وقت خلنا نقول المناخ العام بالذات في السعودية ما كان يعني مناخ إيجابي لمثل هذه الأشياء اليوم المشهد جدا مختلف صحيح بصراحة لو يرجع الوقت بفهد الحيان ترجع تلخل المجال الفني وتتحمل الهجوم والأشياء اللي فيه أنا ما أجعني هجوم ذاك الهجوم القوي مع هذا ذيك الأيام أنا أتكلم عن هجوم على المجال نفسا أنت عارف أي واحد يتواجد في هذا المجال في ذيك الحقبة ذيك الحقبة أيام جسمها الصحوة بس كنت أنا ما أخوض في مشاكل معهم ما أخوض يعني في أي إشكاليات أتذكر مرة أول فيلم سواها أخوي فايز المالكي حضرت الفيلم وكان فيه تجمهورات برا وكذا فأنا حضرت سلمت على فايز وشفت مقاعد مليانة وزحمة وكذا وظلام وبدأ الفيلم فسلمت بس سبعة ركتله وجيت طالع فلقيت وفود متجمعة وفود المعارضين وكذا فدخلت طلعت يعني دون حراسة بدون شيء فلقيتهم وأنا داخل ملقيتهم يفتحوا لي الصف وأنا واحد يتكلم منهم لأن أنا الحمد لله سمعتي كويزة لا عمري دخلت في شبهات وعندي الدين يسميها الدين توابت لأنني قاش فيها فلاحقني واحد قال واحد في السيارة قال لي يا أخي ليس سير هذا ما يصل الله مدني ايش من هالكلام قالت أنا جاي زيارة أنا وش علاقتي أنا جاي زيارة واحد وسلمت عليه وطلعت تبغي شيء مني قال أنا عارف انك تصلي في جامعة الراجعي قال طيب دام انك تعرف ان يصلي في جامعة الراجعي ليش قال تناقشني كان بسيارة وبشيت فديك الحقبة فعلا كان فيها توترات لكن أنا بعيد عن المهاترات مرة 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 جدا طيب خلني ادخل معك ابو حيان في المشهد الفني اليوم حتى اذكر كان ابوه يول يتفرج ويشوف تعرف يعني ماشي اقول لك ولبوا يبوا يعني في نظر ويسكت ناظر ووستانس بس ما يقول نمسان ما يعظر عن إإعجاب محبant من يجي يوم عرسي الناس في سباق المشاهدين كلهم و sog لانس ما عارفهم هو الأرس فاااااااااااااימاو لما شوف التجمهرات و الكاميرات والدنياوات وناس اللي اعظروا والشخصيات المهمة و waving فجيت البيت اليوم الثاني قال لي أبوي نعم قال أنت رفعت راسي الله أكبر طلعت من أبوي خيرا للجملة ما كانت صلا كانت لحظة انتصارة توقع بالنسبة لك بينما تلحق 13 غير موازين موازين نظرة الدراما كلها تخيل أنت 30 مليون 35 مليون نزيد كل يوم يتابعونك في لحظة واحدة الحدث ينتشر في لحظة واحدة ما كان في تواصل اجتماعي ولا كان في الشغلات ذي اللي منها الكويس ومنها السيء ف اللهم صلى على المحمد فعرف من المغرب جمهورنا إلى ليبيا إلى السودان إلى العراق العراق كان يسجل ويديع ما يشتري يسجل ويبيع إلى الأردن إلى سوريا عرف منه الشعب السعودي عرف أنه فيه طبقة وسط وطبقة غنية وطبقة فقيرة عرف بشخصيات وعرف وفتح الناس شوي على الدراما وعلى المسلسلات يعني ترى طاش صنع حدث تاريخي للدراما السعودية غير مفاحيم مواجد العقول اللي كانت تقول عليها أنها كانت من أيام يسمونهم الصحوة وذلك كان هم أكثر ناس يتابعون يكون في علمك فقابلت مشايخة يسورفوا لي على الحلقات اللي يجعونها خبرونكم شوش القصص يعلمونه وشو القصص اللي صارت طاش فمشايخة كبار يعني مو علامة نحن طبعا بنجي إن شاء الله لمحمر طاش خصوصاً اليوم في كلام عنه لكن قبل ما نجي لمحمر طاش أكمل معاك اليوم في المشهد الفني اللي تغير اليوم في المملكة الموسم الماضي في موسم الترفي في موسم الرياض تحت مضلة هيئة الترفي شفنا رجعة لعبدالله السدحان بعد غيبة للمسرح صحيح ما زال الآن نسوي بروفاد الله صحيح وراشد الشمراني رجع نشوف الجراح رجع كم كبير من الأسماء رجعت للمسرح حتى ناصر القصب يمكن يعني خلال الموسمين الماضين رجع بعد انقطاع عن المسرح فهد الحيان وين عن المسرح في موسم الرياض شوف أنا شوف بدايتي في المسرح وانطلاقي من المسرح لكن خوفني لأن المسرح التزام التزام تجي في الساعة الفلانية تجي في الساعة الفلانية تحضر وتنضبط وتضبط عمرك وبروفاد وحط ورد يعني أنا ما أنسى أن أعرض علي مسرحية مع المرحوم عبدالعسيل عبدالرضى في قطر أيام ما اسمه كاس الخليج كنت بتردد وفي الأخير يعني حاولت أهرب بطريقة وما يعني بتقعد ثلاثة شهور بروفا وتقعد بعد البروفا تقعد بتلتزم معيد وكذا بس ما لدمت على الفرصة كانت ما لحسين عبدالرضى لدمت نعم ما أنكر لكن هم يعني عصلكوا في شغلة معينة كانت على الفلوس وقتها يعني نوعا ما لأنه بتخيل بتقعد يعني حدشت شهور مفرغ نفسك يعني ف والمنظم ما هو بحسين عبدالحسين كان ما عنده مشكلة لكن المنظم اللي هي المسؤولين اللي في قطر اللي كانوا يعني باقصين للموضوع ف ندمت عليها ما في شك لكن أقصد أنا أصلا أنا يعني حاولت أصعبها لأنه خوفي من المسرح والتزام بعدين بين وبينك يعني الوقفة تتعبني شوي بحكم الوزن بعدين شوي شوي خف الوزن أبشرك كتبت مسرحية الآن وقدمناها ونستنى أغلط استنى الأطفال وذلك بعد ذلك أجلها عشان طاش مطاش اللي حينزل في رمضان رمضان 2023 أبو حيان خلنا أدخل معك في محور شوي حساس محور انتقادات في هذا الحيان وإثارة الجدل في السنتين الماضين أنا أذكر أن طلعت في أكثر من اللقاء خلني أتكلم تحديدا عن لقائك مع قناة ATV الكويتية قناة العدالة انتقت في هذا اللقاء أكثر من أحد خلنا أقول انتقت ناصر القصبي في أكثر من عمل كان عمل ممنوع تراضيني بالحلال أنا أقول لك شايف هذا السؤال كان عملك في انتقت عمل ممنوع التجول وانتقت مخرج سابعة وكذلك لا ممنوع التجول أنا قلت حشر نفسه في زاوية هو حط نفسه في زاوية ضيقة بس أنا أذكر حتى يعني أذكر تكملت اللقاء كامل أنت أيضا حتى يعني انتقت حتى الفنان القدير حياة الفهد في مسلسل هارون أنا اللي أبي أسألك هنا هو انتقاد أنا أقول لا تعطون وجه للإسرائيليين بس أنا شوف أنا سؤالي بس أنا هذه وجهة نظر ولا تحياتي وتقديري لها يعني وأخوي ناصر تحياتي وتقديري له أنا هنا سؤالي بس لا تعطون وجه يعني يعني لا تعطون وجه هالنوعية من البشر المحتلين لفلسطين بس هذه وجهة نظر يعني لما يطرح لهم شي يمسكون يعضون فيه زي ما يعض الضب على ما دري بقاعد لها على الزنوبة ما يصدقون على الله يلقون فجوة أنه صار لهم مجال أنه أحد تكلم عنهم أو قال أنهم كانوا متواجدين في حقبة من زمان احنا ما نبي لا حقبتهم ولا تاريخهم وأول من طلدهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قدواتنا فما نعطيهم لا مجال لا صغيرة ولا كبيرة بس هذه الفكرة تفتح مجال لهم هذا هم قاعدين يطبلون بعد المسلسل طبلوا طبلوا عندهم وأنا ما أقول شي على حياتك فنانة وقديرة وكل شي واحترامي لها لكن ما ينعطهم وجه ذيلي ما ينعطهم وجه بس هذه الفكرة فقط وضحت وجهة نظرك في هذا الجانب خلنا زي ما يقولون نطلع على صيد آخر طاش مطاش وغشمشم بتكلم معاك في هذه الجزئية كنا شفنا الزخم العالي والأصداء أول ما تم الإعلان عن طريق معالي المستشار تركيالي الشيخ كنت نمسي عليه بالخير شفنا تفاعل مرة كبيرة من الناس صحيح حماس شغف تخوف أنا سؤالي لك هنا اليوم أنت أحد عناصر النجاح في طاش ها ما تحسون أنت اليوم داخلين مغامرة كبيرة صحيح بكل جزء ندخل مغامرة هم أنا تفكرك يعني أن قطعنا سنين ونرجع هالرجعة ما يصير فيها مغامرة لا يجب يكون فيها مغامرة اليوم في وجهة نظرة أبو حيان تقول أن أنا أول ما اسمعت الخبر قلت أولا إذا يكون الشعب دقيت عناصر قال مرحبا كيف الحال والكلام صحيح قال لي صحيح وجهز نفسك وشوف كان عندك حلقات أرسلها الكاتب خلف الحرب دقيت على عبد الله صدحان طبعا كله مساتي قلت له قال نعم وقاعد أكتب لك حين قلت أيضا واشيك أوكي فرحت وستانا وقفت أغشمشم وقفت المسرحية المسرحية كانت مبارة عن للأطفال أبريت للأطفال أنا مصر أن أسوي جيل الأطفال أنا سويت مجلة للطفل سويت أول لعبة سعودية للطفل وأول ما إنشأت مؤسستي كانت اسمها فني زار وكانت أوجهها للطفل وكتبت نص وكلفني بلاوي وكلما أرضى قالوا ما عندنا معلن للطفل ما في معلنين الطفل فاضطريت يسوي غشمش موقت ف عمومي طلعنا عن السياق لكن عودة طاش طاش إن شاء الله أنها تكون موفقة ف يعني محاول الرئيسية الشخصيات الرئيسية هتكون موجودة طبعا وتبقى القضايا التي تهم المجتمع هذه مركزين عليها في شي في رسالة لا في نتكلم عن شيء من المجتمع في شيء للفني للضحك شعة الصدر أنا هذا اللي بأسألك عن أبو حيان أنت اليوم راجعتكم بعد 11 سنة أكيد أن المجتمع تغير الجمهور تغير الشباب الشباب تغير وطريقة الطرح حتى في الدراما تغيرت اليوم أنتوا راجعين بنفس الشخصيات اللي اشتهرتوا فيها مثل يعني خلنا نتكلم على الصعيد الشخصي مثل الشخصية هزار مصطفى راجعين بنفس هذه الشخصيات وفي أساسيات لابد أن نثبتها شف هوية في شيء شيء له هوية زي غشمشم هويتها رشيد بن حويرش رشيد الجكيت وزر واللهجة هذا غشمشم طاش طاش في شغلات ثابتة مثل العائلة مثل مصطفى والباقي نلعب فيه يعني بنشوف من الشخصيات هذه في لها رجعة لازم تحط روحك يعني روح طاش لازم تكون موجودة أما تجي تبي تصنع شيء جديد مختلف تصنع شيء جديد بس حط على قولهم الطمب الأساسي الركائز الأساسية ولعب أرواق الخيمة على قولهم طيب خلني أطلع معك على غشمشم غشمشم كان قصة نجاح شخصية لفهد الحيان نعم تحديداً بعد طاش كان مغامرة تدخل المسلسل لحالك وإنتاجك لكن غشمشم حققت فيه نجاح مرة كبير بمواسمة الحمد لله ليش وقف غشمشم برغم النجاح الجزء السادس ما كان موفق ما كان موفق وسبب إدارة الإنتاج في تلفزيون دبي طلبت تغيير شوي هذا تغيير ضرنا شوي فاضطرينا أن لما غيرنا الشخصية الشعبية وخليناها متطورة وحديثة وخربط النسيج حق غشمشم فالجزء السادس كان من أسوء الأجزاء اللي مرت في غشمشم فلخبط الكيان فاضطرينا نوقف أنا حسب ما سماعت وعرفت أن وأنت كمان أعلنت وقم شي ذكرت هذا الشي أنه في جزء جاي لغشمشم متى حاطق بالك متى ما ألقى النص الكويس أنا كتبت مع كاتب رمضان كله جلست أكتب أنا وواحد من الكتاب فجأ اختفى بعد ما أأخذ مني كل القصة ثم ما أدري ما صار فيه اختفى ثم ما ألتخيره لألا يجي شي أفضل منه فالسنة الجاية هذه إن شاء الله على الفين وثلاث وعشر بشكل ورشة ما هاب واحد مجموعة من الشباب هجيبهم هنكتب بس الغشمشم جزء السابر غشمشم أنت كتب منتجة منتج منفذ ما في منتج أنا سمعت معلومة أبقى منك يعني تأكيد عليها في رمضان الماضي طلع الفنان محمد الطويان مع الإعلام القدير عبدالله المدافر كل ما سأليه بالخير وذكر محمد الطويان ما دل عادي بشكل يمزح ولي بشكل جدي أنه ما استلم الأجر كامل فوش صحة هذا الكلام في رأس بس صدر قريج وفي رأس يمون يعني معادي حسنا هو جاي فزعه هو لما احتكروا فنان من الفنانين احترك خدوه أحد القنوات سوى مو قنوات شركة انتاج قامت تحتكر الممثلين فأبو فراس سمع بالقصة قال أنا معك فجاء سوى شخصية قلت تشوفونا شخصية الفلسطيني كان مدرس فلسطيني معروفة أبدع فيها أبداع لا تتخيل بشكل غير طبعا جاء قال أنا فزعه طبعا هو أخذ فلوس واخذ كده شي هو يحب أو لأنه يمكن يحبك كده قاعد يحاب أنا وياها يعني مو أكثر من هو يعني مثل أبوي وأكثر هلنا أكيد نمس عليه فنان قدير قدير يعني وتاريخ كبير جدا جدا أبو حيان قبل ما أطلع وياك إلى محور آخر اليوم في وجهة نظر تقول يعني وين تلك حق التبرير أن فهد الحيان بعد ما أحقق نجاح طاش مطاش في شخصيات متعددة مثل هزار مصطفى قدير الدجا إلى آخر من الشخصيات كمان كمان في غشام شام بالضبط العربجي بالضبط ففي وجهة نظر اليوم حيان قاعدة كثير الشخصيات إن شاء الله تكاركترات تعد ولا تحصى الحمد لله في وجهة نظر تقول اليوم أن فهد الحيان نجح في هذا المكان لكنه ما قدر يطلع من هذا القالب ولذلك انتهى نجاحها في مكانها لا وش ترد على هذا كلام؟ لا فيها غشام شام ليش؟ لا الكلام بحتة بعض غشام شام في هشتقة واحد ضرب روتانا وكل يوم شخصيات وعلى فكرة كل يوم شخصيات جديدة كل يوم حلقة كل يوم كاركتر كاركتر كل يوم كاركتر ثم من هشتقة اثنين على السعودية بس هشتقة اثنين صار في مشكلة اللي هي؟ كان هو حيطلع في فترة ذهبية سلمنا الموسيقى وهذه للأسف الآن بدت تتكون عندنا هنا وهذه أنا خلاص توبة لني أعيدها كده نستعين نستعين موسيقيين من من سوريا وكذا وجدت الحرب فالسوري بيبقى يهرب فسلم العمل الواحد فرجع المكساج الصوت فصار فيه درب والمخرج السعودي مبتدأ فاعتقدت أنه يعني ماسك الزمام الأمور فرحت أنا لدبي ورجعت فسلموا ثلاث حلقات الأولى فلما سلموا فيه درب في الصوت وهذا اللي خلاه بس ما يطلع في الفترة الذهبية كان يعرض الساعة ثلاثتين بالليل فرجعنا نبغى نلحق بس خلاص والبث طلع الدرب وطلعت الفضايع طبعا السوري سلم الواحد الواحد في سوريا وراحوا المصر خرب المصر وهذاك اللعب فيه وسلم لنا لا المخرج انتبه له ولا المنتير انتبه له فهذا سبب مشكلة في الجزء الثاني من غشمشم من هاشتقتون ثم سويت رحية المليون أنت تعتقد اليوم أن نجاحاتك بعد غشمشم هذه الأعمال أنت تعتقد أنها توازي نجاح غشمشم غشمشم اسم هاشتقة اسم لنا شخصية ثابتة وحلقات متنوعة خلاص مسكوا معك الجزء الأول بيمشون معك لكن هاشتقة كل يوم حلقة كل يوم حلقة كل يوم حلقة كل يوم كاركتر كل يوم قصة صار تنقلاتي من دبي إلى روتانا صار فيه يعني لخبطة عند الجمهور شوي بس في روتانا كان متابع جدا جدا كان درجة الروتانا بتكمل بس جاني عرض قوي من التلفزيون السعودي وقتها قوي قوي مرة مشجع خليت روتانا ورحت السعودية صار عندنا الدرب بس في رهلة المليون رهلة المليون سويت دور أعمى في نوعين يعني لو تابع العمل هذا في نوعين من العميان حتى الساعة العميان جبتها في أعمى من أول مولد وفي أعمى كان بصير وصار أعمى قاعدت أدرس الشخصيات شبشنون تعمقت فيها أدرس الشخصيات واخترت أني سوي اللي ما عمره من ولد وهو أعمى ولد وهو أعمى بداياته بداياته فشرينا الساعة والله ساعة قال لا أدري وين راحت بس يلا ضاعت اللي يلمسونها كده بصابح عشان يعرفون الساعة كم وسويت لها كاراكتر وسويت وربيت دقن طويل وكذا لكن كان مدة 45 دقيقة أخروا دبي بسبب خلافات بينه بينهم أخروا عرضه وبثوه فترة غير حتى أنا منتج المنتج منفذ ما قد تعرف متى بأرب لأنه طلبه منك 45 دقيقة 45 دقيقة يعني ساعة تبث مع الأعلانات مع الأعلانات مع كذا ما 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 وفقه في وقت طرحة بش بحيان قبل ما أتجاوز قشمشم أنت في هذا المسلسل كونت ثنائية جدا طويلة نجحت أتكلم مع الفنانة الكويتي هي شعيبي وبحيان في السنتين الأخيرتين خلنا نقول صار في مواقف حساسة من يعني الفنانة هي شعيبي مع الشعب السعودي مع الجمهور السعودي خلنا نقول وصار في حساسية جدا عالية هل تواصلت مع هيا ما تواصلت مع هيا أنا 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 قلتها كذا برا خبلة ما تعرف شو تقول والله ما تعرف يعني مش معنا كذا تتشوف هيا غلطت هي ما هي ما هي عارفة شو تقول أصلا ولا هي عارفة شو كادت تعبر عن هي قالتها بجهل والناس خلوا دموها يعني قالتها عفوية من غير مقصد من غير مقصد مئة بالمئة أخذها مني ما تفهم هي أنه علم السعودية ما ينكس ومدحت كذا ومدحت غير مقصد هي جاية كذا مندفع وخلاص زانت أمورها ورجعت دخلت ومشي حالها ما صار بينك وبين هيا تواصل خلال الفترة الماضية أنا ممكن ترجع معاك في السيزن الجديد لغشمشم والله كل شي وارد كل شي وارد في فكرة فراسك لهذا الأمر ليلا ما أعتقد أنها يعني أنها اعتذرت من اليوم مرة وصاحت وبكت وغلص ما خلت دمعة ما نزلتها أنت تشوف أن أفترض أن خلاص الناس تسامح يشعي بي مثلا يعني أنت شوف قص الشخص باقليته يعني في ناس جهلة يعني يعني يقول الشيء ما يحسب حسابها يعني يعني لو أنها والله ذيك والله اللي فاهمة وداركة وسياسية وعندها موقفين ما ندخول السعودية لكن هي أنا قلت من يوم مرة خبلها ما تعرف ش تقول هاي زي ما يقولون بهذا الكلام تتوقع أن هيا ممكن ترجع وياك الفترة المال جاية هادي من حال تمون على هيا هادي جدا فهدي أصلا سميت فهد أنا حس أن علاقتك تمون مع هيا كثير اي تصلح لموش يحب قلبك موش كويتي يحب لك لأنا هادي نقطة ضعف والله هتصلح مموش ممتاز لأنا علاقتي بالموش أنا رحت لشيك فسكت جب كويتيين أخذ شقة وشيك يسوي رجيب ف شسمه فأخذ شقة بحكم منها أكبر من أوتيل ويجيني الأكل حق الرجيم ويجيني كذا وروح سوي تمارين وروح سوي كذا فأسكر جب كويتيين مع أمهم وكذا صارت علاقة بين الأهل اي فقامت ترسلي كل يوم صح نمو خب خربت أم الرجيم كل يوم مو وش البيان ما استفد شي من رح لتل شي راعت تبعت ستة خرفان يا رجال ثلاثة شهور وذابعة ستة خرفان وأنا راح أسوي ودايت واس صدرك أبو حيان خلي أدخل معك على المحور الختامي في حرقاتنا أعطيك بعض الأسماء ثلاثة أربع أسماء طيب وأبيك توجه رسالة لك الواحدة وتقول رايك في الشخصية إلا أنت حاب أنا أعطيك الأسم بس أتمنى أنك ما تتحفظ يعني أتمنى أنك تعطيني الرسالة اللي أحب تقولها خلي أبتدي معك بالفنان فايز المالكي وش تحب تقول لفايز فايز ما شاء أقول صباق في كل شي فايز كيف علاقة تكري مع فايز ممتاز ما في أي مشكلة فايز صباق ما شاء الله الآن في الدراما ولا في الفعل الخير رسالتي لها أقول كبل بس نوع كاركترات بعد شوي الفنان حسن عسيري تماسك لي إياهم شلهم نعم فأتيك بالأسماء حسن عسيري ما شاء الله أكثر منتج انتج عمال ما ما نقول عليه شي وأثبت نفسها كمنتج وكممثل لكن خل ربعك شوي لا تاكل الكيك أكلها ألا كانك تقصد نفسك خل ربعك شوي طيب الفنان حبيب الحبيب حبيب الحبيب أثبت وجوده ما في شك نجم يعني يحاول يهدي شوي من أين ناحية يهدي يهدي يعني من ناحية أنه يكون هادي في الكاركتر أكثر وكثر وكثر يعني يهدي وسريع من المفعال وسريع من المتلاق وما شاء الله لسانه لبق لكن ودي أشوف في شخصية كذا هادي يعني 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 أبغاه يطلع يسوي تراجيدي يسوي شفت شفت دوره في العاصوف الفترة الماضية لما طلع يا ناسا كيف شفت حضوره يعني كان شخصية درامية يعني تراجيدي كان حضور أنا ما شفت العمل كامل ترى بس شفت جزء منه مقتطفات ايه ايه اه يعني كان كان كويس لعني كان كويس كان هادئ أحسن من البقية ما أشوف أنا بالنسبة لي الحبيب لأن علاقتي فيه كويسة وكذا ف أقول لها هد دائما هد يعني ما شاء الله عليه يعني يذب لك ثلاثة أربعة فيهات في المشهد الواحد أقول لها هد يا أخي يعني ما شاء الله عندك مخزون مخزون الفيهات يعني لا تدبهم في خانه لا تحركهم كلهم حط شوي وهنا شوي وزع هنا شوي تلقاه يذب في الكل ما شاء الله يعني فأقول لها هد يعني اربط بس إنها أثبت وجوده بنجم يعني لا في شك وبحيان أنا سعدت بهذا الحوار معك الله أنت خفيف على القلب وأتمنى أننا كنا خفيفين عليك الله بارك أتمنى أنك استمتعت بالحوار هذا آمين إن شاء الله شكرا لك على حضورك شكرا لك على حضورك شكرا لك على حضورك معنا نلتقي بكم في حلقة قادمة في أمان الله شكرا لك على حضورك